لا يكون مقدار إنتاج هذا الهورمون اللي هو الإنسولين بنفس المعدل في مليارات البشر بالصدفة بالصدفة إن هذا الادعاء يخالف العلم والعقل والمنطق يئتوني بكتابي يئتوني بأثارة من علم إن كنتم صادقين هل في عقل ولا منطق يقول هذا الكلام الله وحده هو الذي خلق الإنسولين بهذا المعدل في جسم الإنسان وحدد مميزاته يعني إزاي يشتغل أنت عرف الإنسولين إزاي يشتغل ده فصة طويلة طبية مناش دعو به مش من أهداف البرنامج إنما ربنا لحدد إزاي يشتغل وطبعا في مقامة الإنسولين وفي شغلانة ربنا حد المميزات وأوجده داخل الإنسان منذ بدء الخليقة طبعا ذا كلام لابد أن تأخذه بمحمل الجد لماذا؟ لأنه أمر عقيدتك ولن يدخل الجنة أخي الحبيب إلا من طاب توحيد ولا يدخل الجنة إلا من طاب اتباعه فليس في الجنة كلها ذرة خبس من شرك أو بدعة عشان تعرف أن الموضوع مش سهل الموضوع مهم إن سنلقي عليك قولا ثقيلة ليس في الجنة ذرة خبس من شرك وليس فيها ذرة خبس من بدعة يبقى تحقق التوحيد تحقق الاتباع لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نكلم بعد الإنسلين على حاجة خاصة بالكلة بس فيها نوع من الإبداع الذي يذهل العقول أي والله كميات كرات الدم الحمراء التي في الدم بترقق لك كلا خليك بس ماشي معايا واحدة واحد الكلة أولا فيه كرات دم حمراء كرات دم حمراء في الدم بترقق لك كلا فلنفرض أن كرات الدم الحمراء التي ترقق لك كلا قلت الكلة بتحيس أن كرات الدم الحمراء قلت فتقوم فرز هرمون طب هي تفرز هرمون ليه واشمعنا كلا سبحان الخلاق العظيم هرمون اسمه إريثروبويتين يقوم رايح في حتة تانية خالص اللي هي نخاع العظام عشان هو ده اللي بيكون كرات الدم الحمراء يروح برسالة يقول لي نخاع العظام كرات الدم الحمراء قلت فكتر انت من أو زود انت من انتاج كرات الدم الحمراء هرمون اسمه أنا عايز أراها عشان نمشي معاه واحدة واحدة كميات كرات الدم الحمراء في الدم لا تتلخي لك كلا أنا ليه سألت نفسي كتير جدا جدا اشمعنا كلا بتيجي يعني عوض ووسيط ما بين كرات الدم الحمراء وبين نخاع العظام طب ما هو ممكن الهرمون يتفرس في الدم عادي ويروح نخاع العظام لا ده يتفرس في الكلا وعن الكلا تبعاته برسالة والرسالة مضمونة انها توصل والرسالة معروفة انها توصل لنخاع العظام العزة وبيتين مايروحش لكبد مايروحش للطحال مايروحش لأي عدو تاني هو بيروح للنخاع العظام لانه يعرف بخضر الحكيم الخبير ان النخاع العظام هي اللي بتكون كرة الدم الحمر طب الله عليك المنظومة دي ينفع فيها صدفة يعني فكر فيها كويس وشوف يتلى خلق ربنا في المنظومة دي ينفع فيها صدفة ترجمة نانسي قنقر